السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت ولمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعوم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن ساعة لتطوير مستوانا في اللغة الإنجليزية كيف أطور من لغتي الإنجليزية بشكل يومي البعض يقول لك اذهب للمعهد الفلاني للمدرس الفلاني للمكان الفلاني واضيع وقتك كله عبارة عن مستويات وفلوس تخسرها بالأخير تجد نفسك ولا مطور مستواك ولا تستطيع أن تكتب أو تتحدث باللغة الإنجليزية لذلك في هذا الفيديو نتكلم عن ساعة تطوير لأنفسنا في اللغة الإنجليزية أو للغتنا الإنجليزية المحكية والمكتوبة والمقرؤة والمسموعة لكي تخرج من هذه الدوامة الذهاب والإياب وتضيع الوقت وأسمع الشيء الفلاني وتابع الشيء العلاني دائما أفضل طريقة لتعلم أي مهارة في الحياة هي الاستخدام أو الممارسة أو المتابعة أفضل طريقة مثلا عندما تريد أن تقود سيارة تذهب إلى مدرسة السواقة أو القيادة تعلم النظري أعمل كذا واضغط على كذا وشاهد كذا وهكذا لكن تجد نفسك ولا استفدت ولا شيء العملي هو الأساس لذلك اللغة الإنجليزية تعتمد على العملي يعني الممارسة كما نعلم في أي لغة بالعالم لدينا أربع مهارات مهارات كيف تتحدث كيف تسمع كيف تكتب وكيف تقرأ لدينا أربع مهارات في اللغة الإنجليزية Reading يعني How to read كيف تقرأ Writing How to write كيف تكتب Listening How to listen Speaking How to speak كيف تتحدث إذن أربع مهارات وجميع هذه المهارات نحتاجها في أي لغة في العالم مثلا شخص يكتب لك شيء يجب أن تقراه يتكلم بشيء تسمعه وهكذا كيف نرتب هذه الساعة إذن One hour daily أو Every day إذن ساعة يوميا كيف أقسم هذه الساعة أولا من المهم جدا بيكون عندي الاستماع 30 إذن 30 دقيقة استماع و20 دقيقة 20 minutes قراءة 5 minutes كتابة و5 minutes تحدث إذن نقسم هذه الساعة بشكل يومي مثل أكلك وشربك أيضا مثل ما تروح الجيم وتحسب وقت من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أيضا باللغة الإنجليزية اتبع هذه الساعة ودع لها حيز من وقتك لأنه بدون متابعة مستمرة وممارسة لن يتطور مستواك في اللغة الإنجليزية أيضا كل ما كان لديه هدف مرسوم وواضح أستطيع أن أصل إليه إذا كنت متخبط بدون تنظيم للعمل تجد نفسك بالأخير ضايع وتقضي وقت بدون فائدة راح نشرح كل واحدة على حدة 30 دقيقة استماع حاول أن تسمع شيء تحس في متعة إلك عند الاستماع ما ترح تسمع عن الفضاء أو عن المريخ أو عن علوم المعقدة وهكذا اسمع شيء من الحياة العملية يعني الشيء الممارس في اللغة الإنجليزية والشيء البسيط ممكن أجي على القصص أو الروايات البسيطة قصص الأطفال والروايات البسيطة هذه هي التطور من اللغة الإنجليزية كبداية يما تروح على مستوى عالي وكلمات صعبة تجد نفسك خلاص مليت وتوقف أيضا ممكن أسمع يكون بالسيارة يعني وانا راجع من العمل بسيارتي أو يكون بمكان انتظار أو إلى آخره عندي تليفوني أفتح على مقطع معين أسمعه أفضل شيء أن تسمع بدون أن ترى يعني ما تفتح فيديو وتشوف الكتابة أمامك وتسمع له وتطالع لا الأفضل أنه تسمع بدون كتابة لماذا؟ حتى تجبر عقلك على التركيز أكثر لأن عندما تكون الكتابة أمامك خلاص الأمر سهل خلاص تشوف الكلام وتسمعه يكون الأمر أسهل لكن إذا يكون الكلام محجوب يعني الكتابة محجوبة فقط تريد أن تفهم ماذا يقولون هنا العقل يركز أكثر وبالتالي أنت تركز أكثر وتكون الفائدة أكبر إذن أسمع شيء أحبه يعني شخص ممكن يحب الرياضة أسمع الرياضة شخص يحب الرسم أسمع رسم شخص يحب عن الموسيقى أسمع موسيقى شخص يحب عن الطبق أسمع عن الطبق وهكذا كل واحد والمجال الذي يحب يسمع عنه لذلك أفضل طريقة لتطوير لغة إنجليزية أو لتطوير لغة إنجليزية هي الاستماع كما نعلم الطفل أي طفل بالعالم يعني الأيجنسية أكيد تعلم لغة بلده أول ما يبدأ بالاستماع من عائلته أبيه أمه أخته أخاه وهكذا إذن من جو المحيط به بالتالي يتعلم هذه اللغة من خلال الاستماع بعد يبدأ بالحديث كلمة كلمتين ثلاثة وهكذا بدون قواعد بدون كتابة بدون أي شيء إذن لماذا أعطانا ثلاثين دقيقة لأن الاستماع هو الأساس في تعلم اللغة الإنجليزية شخص يقول أنا عندما أسمع شخص يتحدث أفهم عليه لكن لا أستطيع أن أرد عليه السبب هو عدم الممارسة لماذا؟ أنت دربت نفسك على الاستماع لكن أهملت المهارات الأخرى وكيفية تطويرها لذلك كل مهارة تحتاج إلى تطوير كلما أخذت وقت وحسنت وطورت هذه المهارة تجد نفسك تستطيع أن تمارس هذه اللغة كما قلنا عند قيادة سيارة يتكلم نظري لكن لا تتعلم القيادة إلا إذا وضعت تحت التجربة ركبت سيارة ونزلت بالطريق بهذه الحالة يأتي شخص أمامك شخص جنبك وهكذا تدخل في مطبات مع الممارسة مع الوقت ساعات العمل وساعات الممارسة تطور هذه المهارة أي مهارة القيادة وكذلك اللغة إذن أول مهارة هي مهارة الاستماع ممكن شخص يقول أجد كلمات لا أفهمها المهم أنك تفهم الصياغ العام الصياغ العام للحديث ممكن شخص يقول أنا عندي كتاب أتبع مع الكتاب إذا كلمة لم تعرف معناها أو تجد صعوبة في فهمها ممكن أأتي إليه لكن لا ترجم كل كلمة على حدة افهم الإطار أو المعنى أو الصياغ العام من الحديث القراءة بيكون عندي عشرين دقيقة أيضاً من المهم جداً أن أقرأ القراءة تعطيني مفردات جديدة كلمات جديدة مصطلحات جديدة وبالتالي أزيد من رصيدي من الكلمات دائماً الكلمات عندما تحفظها لا تحفظ كلمات كوحدها لماذا؟ العقل خلاص خزن هذه المعلومات ككلمات لأن هذه لغة تتخال عندما تريد أن تخرج هذه الكلمات يعني تتكلم تجد نفسك من الصعب أن تتحدث لماذا؟ لأن العقل تعود على حفظ كلمات لا ليست مربوطة مع بعض بالتالي تجد نفسك من الصعب أن تتحدث لذلك احفظ كجمل الجمل تساعدك أن ترتب كلماتك مع الوقت تصبح لديك تشكيل أو تركيبة جملة بشكل سهل لديك أفضل من حفظ المفردات أيضاً اقرأ الكتب السهلة والبسيطة هي التي تساعدك على تطوير لغتك الإنجليزية لا تدخل بكتاب صعب يعني مصطلحات صعبة وكلمات صعبة وعلوم يعني بالعرب لو قررته حسناً صعب لا أقرأ الأشياء البسيطة البسيطة والسهلة كتب الأطفال ممكن قصة ممكن رواية وهكذا كتب كثيرة ممكن تجدها مكتبة أو يكون أونلاين على حسب أن تحب تقرأ ودائماً موجود عندك دائماً على الإنترنت يعني لا يحتاج أن تذهب إلى مكان ثاني كل شيء موجود على جوجل وموجود على اليوتيوب يعني لا يحتاج أن تخرج بره البيت خالص كله داخل البيت عندك إنترنت عندك تليفون تستطيعاً تطور من لغتك الإنجليزية ممكن أن تقرأ تضع خط تحت الكلمة التي لا تعرفها وتتابع تتابع القراءة لكن تفهم الإطار العام عندما تقرأ مع نهاية الصفحة أو نهاية عشر صفحات لحسب اليوم الذي حددت أن تقرأ فيه جزء معين أو القصة كاملة وهكذا ممكن ترجع الكلمات التي وجدت فيها صعوب أو ما يقابلها في اللغة العربية أيضاً التحدث خمس دقائق ممكن أن تتحدث عن يومك ماذا حدث في هذا اليوم تحدث في اللغة الإنجليزية بالسيارة بالبيت وهكذا ممكن في البيت تليفونك صور نفسك فيديو وتتحدث باللغة الإنجليزية لا تهتم عن الأخطاء أنت أخطأت قواعدياً أو أخطأت مكان الكلمة وهكذا المهم أنك دائماً أتحدث والهدف من اللغة دائماً هو إيصال المعلومة إيصال الفكرة هذا المهم يعني إيصال الفكرة بشكل عام مع الوقت تجد نفسك من السهل أن تتحدث اللغة الإنجليزية لذلك أنت تتكلم لا تفكر أنا أخطأت فلان ينظر إلي فلان إذا أخطأت رح يضحك علي فلان يا أخي خلوا يضحك خلوا يلعب خلوا اللي يسويه ما يهمك أنت المهم أنك تتحدث لكن مع الوقت تجد نفسك طورت من مهارتك من مهارتك في التحدث لذلك ضع دائماً أي مهارة في الممارسة ولا تخجل من الخطأ ودائماً قارن نفسك بنفسك لا تقارن نفسك مع الآخرين كيف أنت صار مستواك اليوم وكيف بكرة تحسن وهكذا لا تقارن فلان بيقول لك أنه أنا بيوم تعلمت بشهر تعلمت شهرين تعلمت أولاً كل شخص له ظروفه كل واحد له طريقة بالحفظ اللي يرتاح لها أو التعلم التي يرتاح لها لذاك لا تنظر لفلان خذ من فلان وفلان 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 إذا لا تركز على كلام شخص واحد اسمع من الكل لكن طبق الشيء الذي تحبه واسمع للشخص الذي تحبه وترتاح لتعلم اللغة منه بعد ما صورت نفسك فيديو ارجع الفيديو مرة ثانية اسمعه بالتالي أنت نفسك رح تحس أنه هذا الشيء خطأ هذا وتصلح لنفسك المهارة الرابعة يكون عندي مهارة الكتابة لذلك أكتب عن موضوع معايا نفسه اللي يتحدث عنه عن حياتي اليومية شو اللي صار معايا أيضاً ممكن أكتب هاللي صار معايا أكتبه لمدة خمس دقائق بدون توقف لا تنظر أنه هذا خطأ قواعدي أو كتابي كأنك تتكلم لكن أكتب لا توقف إلى آخر يعني تحط منبه وتعير خمس أو تضبط خمس دقائق وتكتب بها لأن نهاية أنت ممكن تصحح لنفسك ممكن شخص يقول أنا لا أعرف كيف صحح تكتب الكلام الذي قلته أو الذي تريد أن أقوله بالعربي على جوجل يطلع الترجمة ممكن تقارن مع هذه الترجمة شخص يقول ترجمة جوجل ليست صحيحة ترجمة جوجل صحيحة إذا كتبت باللغة العربية الفصحة لغة العربية فصحة يعطيك ترجمة صحيحة إذا تكتب بالعامية سيكون عندك أخطاء في الترجمة لذلك أفضل طريقة لتطوير اللغة الإنجليزية هي ساعة يوميا إذا قدرت أكثر ساعتين تماما يعني ساعة الصبح وساعة المساء على حسب لكن كل ما زدت الساعات كل ما اطورت أكثر لكن دائما أحدد نفسي هدف أستطيع القيام به لا تقول يوميا ثلاث ساعات وانت ما تقدر حتى نص ساعة لا أضع برنامج أستطيع أن أقوم به وتابع من مشاهدتك هذا الفيديو اتبع هذه الخطة وضع لنفسك زمان معين خلال أسبوع رح تجد نفسك من السهل أن تحدث اللغة الإنجليزية الكثير 12 سنة و 15 سنة يتعلم اللغة الإنجليزية لكن بدون فائدة لماذا لا يتعلم بشكل يومي وليمارس هذه المهارات الأربع أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الإصدقاء دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته